في غاية الأهمية كمان العلاقات مش فقط في قضية الإرهاب لا في قضايا ثنائية وقضايا متعلقة بالقضايا الإقليمية كلها وهي بتهمنا وبتنعكس علينا الوضع هيبقى في سوريا إزاي؟ الوضع في العراء إزاي؟ الداعشيون العائدون من مناطق التفجير هيتم إيه الإيه اللي هيتم العمل معاهم بالإضافة للعلاقات الثنائية وعندنا بقى علاقات عسكرية علاقات سياسية علاقات ثقافية وعلاقات في مختلف المجالات من المتوقع أن هذه الزيارة التي ستستمر ثلاثة أيام يكون لها إنعكاسات إيجابية على مصر وعلى المنطقة وأعتقد كمان أن الوضع بيتطلب اتفاقات واضحة وتوصيات مباشرة خاصة الوضع في ليبيا زي ما بقولكم بتهتم به فرنسا جدا والوضع في ليبيا هو اللي بيهمنا معظم العمليات الإرهابية ومعظم التمويل والسلاح وكل ما يمكن أن يدعم الجماعات الإرهابية بيأتينا من ليبيا وفرنسا بتهتم جدا بالوضع في ليبيا ومصر بتهتم بالوضع في ليبيا هنا قضية أنا أعتقد أنها أهم قضية وهي القضية الأولى والقضية الأساسية في المباحثات بين الرئيسين بمناسبة الحديث عن ليبيا القوات المسلحة أعلنت اليوم عن أنها أحبطت يا جماعة حجم ما يتم أحبطه أضعاف أضعاف العمليات اللي بيتم الكشف عنها القوات المسلحة أعلنت أنها أحبطت محاولة جديدة لاختراك الحدود الغربية كان بقى 8 سيارات دفع رباعي كلها مليئة بالأسلحة والزخائر طبعا كل ده عشان يدخل مصر ويصل ليد الجماعات الإرهابية وفي النهاية يتحول إلى عمليات إرهابية في صدور المواطنين وجنود وضباط الشرطة والجيش ده ما تم إحباطه وعلشان كده بقول لكم أن الوضع في ليبيا سوف يتصدر المباحثات السنائية بين الرئيسين المصري والفرنسي في الدائرة الآن في باريس واللي هتستمر سلاسة أيام وحتكون فيها لقاءات كمان بين لجان مختلفة ومؤسسات مختلفة نشوف حتى المشاهد المتعلقة اللي بثتها القوات المسلحة عن إحباط عمليات لتهريب الأسلحة والزخائر من ليبيا في سيارات دفع رباعي إلى مصر تزامنا مع أعمال التمشيط والمداهمة للدروب والمناطق الجبلية لتتبع العناصر الإرهابية المنفذة للهجوم الإرهابي بمنطقة الواحات واستمرار للجهود المبذولة لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية أحبطت القوات الجوية محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية وأسفرت العملية عن تدمير ثمان عربات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار والقضاء على العناصر الإرهابية الموجودة بداخلها يأتي ذلك مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرص الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصدار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ما تقوم به قوات الشرطة والجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية هنا ستشوف صور لستة من الإرهابيين تم القضاء عليهم وزي ما قلت لكم لم يكن فيه أدبيات القوات المسلحة حتى من قبل أنها بتنشر الصو لكن أمام عمليات الدعاية الإعلامية المضادة ومحاولة بث روح الإحباط ومحاولة دايما نفي ما تقوم به القوات المسلحة لا ما تقوم به القوات المسلحة والشرطة سواء على حدودنا مع ليبيا أو في سينة لابد من إبرازه بهذا الشكل وتوضيحه على اعتبار أن هذه الجماعات الإرهابية بيأتيها التمويل والدعم والأسلحة وكل يوم بقى أنت شوفوا الكميات اللي أنت بتشوفها على الشاشة دي كل يوم بيتم ضبط كميات مماثلة يعني أنت أمام مجموعات إرهابية بيأتيها تمويل بالأسلحة والأموال وبالأفراد خاصة الداعشيون العائدون اللي هيرجعوا من سوريا والعراق بعد القضاء عليهم وبعد التأرير اللي بتؤكد خلاص أنهم زاهبون إلى ليبيا علشان كده بقولك وأعتقد أنه ليبيا من أهم القضايا اللي هيبحثها الرئيسان المصري والفرنسي تعالوا نعود لأضعينا المحلية في الـ